الأسماء غيروها علينا كيف غيروا الأسماء؟ والله غيروا أسمائنا أحب الأسماء إلى الله من يعرف؟ الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن صح؟ ما يسمي عبد الله عبد الرحمن؟ ما أحد يسمي عبد الله عبد الرحمن؟ الأب يتعب ويذبح عقيقة صح؟ ويسمي عبد الله والناس تندي عبودي عبادي عبده صح؟ وعبد الرحمن دحمي دحم وجيه المهم محمد قال لا حمادة حمام حمودي ميمو اش ميمو هذه يخواننا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه عبد الله عبد الرحمن ما ترتضيها قال لا اسميه عبد المطلب لماذا هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لا هل اقرب هذه التسمية لا هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير هذا قال أنا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب لكن ما سمى أحد بهذا ثم أنت الآن تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه تأخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى إذن لماذا ننادي بعض الأولاد الآن حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام يخواننا مش كان في الأسماء عندنا كبير جدا حتى أدخلوا عند العرب عندنا إشكال أيضا العرب ما يذمه غير العجب غير عرب وهذا ما يذم هذا الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا في الكويت وفي السعودية في كل مكان لا هذه جاهلية فخر بالإحساب وطعن في الأنساء إشكال أيضا قال من قبيلة من وكذا وانت حضري وانت بدوي حتى بين أخواننا السلفين ما يمكن يكون هذا ممكن تعرف بنفسك لا إشكال حتى كثرة السؤال منهي عنها أو لا نهينا عن كثرة السؤال نعم أولا يا أخواننا طب لماذا يسألك هذا من وين أنت ومتى جيت وكم رصيدك في البنك ما علاقتك أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومتى تسافر ومفين نزلت وفي أي فندق وتعشيت تغديت ما لك علاقة يا أخو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله لو تركنا ما لا يعنينا سعيدنا